أكثر من خمسين ألف مواطن يهاجر سنويا من لبنان يشدون الرحال يحملون حق إبهم ويهربون من بلد قتل أحلامهم ويهرعون لكسب الرزق وراء الأمن والاستقرار أسباب نفسية واقتصادية تدفع اللبنانيين إلى الغوص بعيدا في البحار من أجل أهداف من المفروض أن تتحقق خارج وطنهم الأم أنا بلاقي فيه انتحار بطيء بالبلد يعني نحنا كلنا عم ننتحر السنة كان فيه أكثر من 74 قتل بس بالانفجارات وفقس يعني ما يقرب لل700 جريح عدا عن الجرائم اللي بنسمع عنا يوميا عدا عن الاشتباكات يعني نحنا يوميا في قتل لبناني هذا من ناحية من ناحية تانية في بطالة السياسيين مشغولين بنفس الأمور اللي هني مشغولين فيها فهذا الشي عم يعمل يأس يأس وانتحار بطيء يومي فهول اللي عم يهجروا عم يهربوا من هيدا الانتحار لمستقبل لمحاولة بناء مستقبل وبحثا عن الأمن فأحيانا تصدف أنه يصيروا عم يعملوا انتحار سريع مثل ما صار بالعبارة يعني عم يصير مثل كل دول العالم التل يعني فيه سفينة عم تغرأ بتقد الناس عم يهربوا منه اللبناني بات متعلقا بحبال الهجرة وهذه الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع الإلكترونية تشير إلى حمى الطلب على الهجرة بكل الوسائل المتاحة وحتى الافتراضية منها هذا استغلال لحاجة اللبناني أنه يشتغل أنه يفتش على أفق جديد أبعد من هالمكان المسدود نحن بلد بدون أفق على كل المستويات نطرين شو نطرين شو انهيار تام يعني بيفتكر أنه أي وضع تاني رح يكون أحسن من هون على الأقل ببرة في خطة ثلاثين يوم شو بده يعمل؟ نحن هون ما فينا نخطة ثلاثين يوم شو بدنا نعمل؟ فيه موت سياسي وفيه موت اجتماعي وفيه موت اقتصادي انه انتحار على كل الأسعاد الهجرة نقمة لوطن يتركه أبناؤه سعيا وراء حياة كريمة ونعمة لأهل اتمأنوا إلى أبناء باتوا بعدين من القلب والعين لكنهم في بلاد آمنة ومنتجة ترجمة نانسي قنقر